وأول مبارح تم الاحتفال بمقاوية مدرسة تحسين الخطوط العربية خليل أغا المدرسة دي اللي خرج منها كبار الخططين في مصر والعالم العربي كله هذه الاحتفالية شارك فيها محبي وعشاق فن الخط العربي الأصيل خلينا نعرف تفاصيل أكتر من أستاذ عامر سيد عامر مدير مدرسة خليل أغا للخط العربي سبعة الخير راح ديكي فن منورنا في سبعة الخير يا مصر سبعة النور يا فن صبعة الخير على كل مصر أهلا بحضرتك لو تعرفنا وتعرف أستاذ المشاهدين أكتر عن مدرسة خليل أغا للخط العربي فن هي أول مدرسة وانشأت في الوطن العربي لتحسين الخطوط العربية والاهتمام بالخط العربي وانشأت في عصر خليل إسماعيل وعيد كاتب عصر خليل إسماعيل خليل بشاعة وكانت هي المد المصري للحفاظ على الخط العربي بعد اللي حصل في تركيا بعدما نعني ألغية اللغة العربية في تركيا فكان لازم المصريين بقويتهم وبعظمتهم لحفظوا على الخط العربي فمنشأت المدرسة الأول عالف دولوما تسعة وستين في مكان مشيخة الأرض على الحالية وانتنقلت إلى شارع الجيش عالف توماتين وعشرين وفيها أسازة وجهبزة الخط العربي وذلها طلبة من كل أنحاء العالم يدرسوا فيها أربع سنين دبلوما وعين سنتين تخصص وهي القوى النعمة المصرية اللي بتحفظ على اللغة العربية والخط العربي على مستوى العالم عظيم الدراسة فيها ست سنين؟ يا فندم حالك بتقول الدراسة فيها ست سنين أربع سنين دبلوما وسنتين تخصص تمام يا فندم طيب ده عظيم جدا احنا بنتكلم في 150 سنة دلوقتي بحسب محاضرك زكارت تمام وهذه المدرسة موجودة لو تعرفنا أكتر عن أبرز خارجي هذه المدرسة على الأقل من المصريين يعني خارجي المدرسة على مستوى العالم كله فيها طبعا المصريين سيد محمد سيد إبراهيم سيد محمد إبراهيم الأفندي وطبعا حاليا بقى يعني في خارجين من عندونيسيا وفي خارجين طبعا يعني ده كاترة ومهندسين ومحبين للخط العربي وإحنا عملنا طبعا تأريخ للمدرسة على قد ما نقدر عملنا مجلة بتتكلم عن المدرسة عن المية وخمسين سنة اللي فاتت وطبعا يعني يكفينا أن احنا تتعبنا جدا عملنا معرض عظيم للمدرسة يعني من يومين بالظبط وطبعا كل العالم كله جي حضروا وزير صحة سابق حضروا كان تجميز للخط فخط العربي في المدرسة نائب فتوة الأزهر حضروا وعايز أقول أن المدرسة دي تفاضل شوية تهسمان بس من وزارة الأسهار لأنها تتبع وزارة الأسهار كتراز معماري مملوكي نهتم بها شوية والمدرسة دي هترجع تتألق تاني أن العالم كله مهتم بيها يدرس فيها وفيها طلبة بيقوا من كل أنحاء العالم بس عشان يشتركوا في المدرسة بعد خط العربي أين هو الاهتمام يا أستاذ أمر اللي حضرتك تتكلم عنه هو الاهتمام بس يعني الاهتمام بالمبنى كتراز معماري لما يعني هي فيها مدرسة أعليادي وفيها مدرسة ثانوي في الصبح يعني وبعد الظهر الساعة أربعة يوميا بيبقى فيه الخط العربي طبعا عايزة اهتمام قوي لأنها قديمة لما احنا محافظين عليها كمبنى وطبعا وكان وضافا أنما التراز المعماري ما يقدرش حيات الأبناء التعليمية أنها تيجي نحياته خالص أرغب المدرسة طبعا تدعو الظهر التعليم برجه في الصبح إنما حيات الأثار هي بس موقع تهتم بها لأن المدرسة فيها أثار جميلة جدا جدا أثر جميل جدا موجود من الأيام إنشاء المدرسة في الأزهر مخطوطة وضعها 157 سنة محفورة في الحيط أنا نحفظين عليها عبدالله وبين حديد عبدالله شهر من حديد وأنا فاكر وأنا مدرس دمان في المدرسة دي قبل أن نبقى مدير وإننا في طالبة بيدرسوا في أماكن كده طبعا إدمت أوي أوي عايزة اهتمام إيش إيش جدا جدا نتمنى إن شاء الله يتم نتمام بها إن العالم كله بتتكلم عن مدرسة خيال أغى أو المدرسة العظيمة لخط العربي طبعا أثر عظيمة مدرسة عظيمة طيب أستاذ عامر هل تأثر الخط العربي بالتكنولوجيا الحديثة كباقي الفنون أبدا لم يتأذر مهما الكمبيوتر ظهرت ومهما الخطوط ظهرت على الكمبيوتر خط العربي أغلى ما يتأثر طيب ما فيه إحنا محافظين على العظماء الفنانين العظماء اللي هما مدرسين الخط العربي اللي بيعشاؤوا الخط بعشي ويدروا إن هما يوصلوا للعالم كله هبيجي يدرس الخط العربي بكل أنواع خلص فارسي يعني النازل تيجي من كل أنحاء العالم عشان تدرس الخط العربي هو ده اللي فاضل ونرجع بقى الخط للمدارس ويبقى فيه الكراسة الخط دي عشان نرجع يبقى جوة كل بيت الخط العربي ويبقاش بس اللي هما بيحبوا الخط بس طيب أستاذ عامر حضرك دكرت إنه مدة دراسة ست سنوات أربع سنين أربع سنين بعد كه سنتين دبلومة اللي بيعشوا على دبلومة وبعين في دبلومة خاصة سنتين يعني الدبلومة دي مش شرط يعني اللي يدرس أربع سنين من الشرط يكمل دبلومة ولا لازم يكمل دبلومة الشرط إنه ما فيه بقى نازمة متخصصة جدا إنها تشتغل في الخط يعني مبدئيا أربع سنين خاني أعرف من حضرتك إيه اللي بيتم تدريسه فيه خلال أربع سنين وعايز أعرف كمان من حضرتك ونعرف أستاذ المشاهدين هل فيه شروط للتقديم في هذه المدرسة في مدرسة خليل أغا هو شروط التقديم طبعا هو بيبقى طبعا معاه شهادة أقل لها إعدادية سنوية كل جديد يخلص الجامعة بيجيب الشهادة بتاعته بنعمله متحان بنشوف إنه طبعا بيكتب كويسه مع الشهادة بتاعته وعندما بيتوفر عليه بيقدم بيجيب بقى الملف المطلوب يعني اللي هي الشهادة تخرج بتاعته في أي سر دراسية ونشهادة ونشهادة ميلاده لصورة البطاقة أو بيقدم في المدرسة ويبدأ يدرس بقى طبعا أنواع الخط العربي وبعدين ياخد بقى مادة لغة عربية أمان معاه يعني عندنا مدرس لغة عربية مع الخط العربي يعني بيدرس لغة عربية مع مدرس بيدرس مادة لغة عربية مع الخط العربي مع مواد الخط العربي عظيم المدرسين بقى اللي موجودين في هذه المدرسة عايزين نتكلم عنهم صدر عايزين نتكلم عن المدرسين الموجودين في هذه المدرسة أنا عندي طبعا مدرسين متخصصين في الكلام دوت يعني يا رأسهم طبعا المشرف فني للمدرسة سعدة جزال طبعا بيحط المنهد معهم مناهج خاصة بيهم طبعا عندهم متخصصين الخط القوفي ودي لها منهج معين ومجموعة عدد معين من الحصص السولوس بيقرب منهج معين وليه مدرس خاص بيه كل خط نوع خط ليه مدرس خاص بيه وطبعا بيشرف عليهم طبعا أستاذ عظيم يعني أستاذ غزال هم الناس بيحبوا الموضوع ده جدا جدا وبيحفظوا وعلى طراس المجرسة بطريقة صراحة أنا ما أعجب بيهم يعني أنا ما أعجب بيهم وباهتمامهم بالموضوع ده جدا عندنا طبعا الناس بتدرس مهندسين ودكاترة وزباط شرطة وزباط جيش كل طلبة هو بيجوا يدرسوا مخصوصة عشان بيحبوا الخط وده كان سؤال للتيل حضرتك يا فندم يعني هل بيتطلب سن معين هل بيتطلب هل الدراسة بتتطلب تفرق ولا ممكن تبقى لا لا تتطلب تفرق لأنهم بيقوا وعلى أقل ما خلاصين تشهد الإعدادية والدراسة معينها من الساعة 4 إلى الساعة 7 يوميا يوميا يعني بقى المدرسة صباحا فيها إعداد وثانوي أنا برضو مدير الإعداد وثانوي وبعدين من الساعة 4 من الساعة 4 برضو بيبقى إيه سامت درسة الخط العربي يوميا يعني موتفرغين بعد الظهر الخط هوية يعني أكناه هوية آه هي مدرسة مجتمعية ومتحافظ عليها وإنشئت أساسا لكي نحافظ على الخط العربي طيب إيه الفرق يا فندم في المناهج ما بين الإعداد والسنو لا الإعداد والسنو ده تعليم عاية من الصبح عادي جدا وليه الشهادة بتاعته الإعداد دي بياخد الشهادة الإعدادية بتاعته نجاب مجموع كبير بيتامل في نفس المدرسة آه آه مفهوم ووضحت الصورة دي ما كانتش وحكم آه كمان مدرستنا سنة وعامة عسكار الصبح يعني شاء مدرسة عسكرية وبياخد مصدريبات عسكرية طيب حضرتك شايف الإقبال على مدرسة خليل أغا شايفه تقدره إزاي وشايف إحنا إزاي ممكن نشجع يعني ناس أكتر أن هي تيجي وتدرس الخط العربي بشكل أكبر لأنه هو إرثة ثقافي بالنسبة لنا طبعا طبعا وربما قلنا المدرسة مشهورة أوي شعورة دي فأنا عايز أقول أن العالم كله بيجي يدرس فيها يعني إحنا عندنا طلبة من الهند عندنا طلبة من اندونيسيا عندنا طلبة بيجو من دولة الأمارات العربية والمتاحلة طلبة بيجو من قطر عين لإسم مدرسة خليل أغا فاضل إن إحنا كمصر نبرزها عشان المصريين يكتروا أكتر بس هما الطلاب دول بيعرفوا عن خليل أغا منين يا فندم فندم؟ الطلاب اللي من خارج مصر زي ما حضرتك ذكرت عارفين عن مدرسة خليل أغا منين هل مدرسة خليل أغا كتب ومجلات وعلى جوجل مشهورة آه يعني لما بيبحثوا على جوجل من خلال جوجل أو من خلال أي أداة بحث بيقدروا يعرفوا عنها أي أداة بحث بيبت بمدرسة خليل أغا بيجيب له طريقها وبيجيب له وانشاءة إمتة وإزاي والطلبة موجودين فيها أدئيه ومن أي دولة فكلهم طبعا بيعرفوا بعض وبيجوا يأدبوا فيه عظيم إحنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لأستاذ عامر سيد عامر مدير مدرسة خليل أغا للخط العربي شكرا جزيلا لك